سأقول أن برنامات الوطن المستقبلة في هذه الوطن يجب أن يجب أن نفعل بمكور ومكور كما يجب أن يفعله بشكل كالكم عام بهذه الكلمات القوية استهل الناخب الوطني جديد الفرنسي هيرفي رونار الندوة الصحفية التي أعقبت الحصة التدريبية الأخيرة قبل الصفر لمنازلة منتخب الرأس الأخضر رونار قدم توضيحات بخصوص مكونات اللائحة نهائية لمنتخب أسود الأطلس والمرتكزات التي على أساسها شيد جزءا من اختياراته البشرية قبل خوض ذهاب المواجهة الحاسمة فهو يجب أن نسألهم بشكل سيليكي بسيليكي بشكل شديد من بشكل شديد من دعونا ولكني أعطي بعض الأخرى في حالة الدخولة عندنا نعطينا في المواد نحن نتكلم في المواد ومعننا بعد سيطرقة في المواد أسرطة أمور مقصود لكننا نحن نحن نتكلم في المددين رغم الحيز الزمن الضيق الذي وسم منهجية المدرب الفرنسي في الإعداد لنزال يعد بندية كبيرة بين المنتخبين فإن الرجل عمل على ضخ شحنات إيجابية معنوية بين اللاعبين كبيرة等 عدوات صفوتي كبير أن نحن 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 نحنكر بشكلٌ بشكل قيد هذا أستدرى أن يكون هناك نحن عملك معنوية إلى أستدرى أن نحن نحن كبيرة يجب أن يكون حقاً لأنظر ماروك أكثر في فتبول أفريكي ونرى أنه في فتبول المعين الناخب الوطني ختم تصريحاته بدعوة صريحة للجمهور المغربي لتقديم دعم غير مشروط للعناصر الوطنية في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل منعطف آخر تدخله كرة القدم الوطنية في المنافسات القرية تحت قيادة جديدة كل التطلعات والأهمال على مباراة العودة برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الحصة ما قبل الأخيرة خغضتها جميع ناصر المنتخب الوطني الأول بملحق الملعب الكبير لموراكوش قبل التوجه صباح الخميس نحو الرأس الأخضر تحت قيادة الناخب الجديد هيرفيرونار حصة تركزت على جوانب تقنية وتاكتيكية قبل المواجهة المزدوجة أمام منتخب ليس بالسهل المنال أعتقد أننا مستطعين على المواجهة لكأس أمام كبير لكن يجب أن يتعلمي ويجب أن نتعلمون أنه لا يسألون وإنسانه لنهائها من تحقيق التطول العناصر الوطنية خاصة المستدعات لأول مرة وبعدما حسمت الاختيار للدفاع عن ألوان القمص الوطني ولبت نداء القلب أبانت عن رغبة أكيد في تحقيق الانسجام والتناغم سعيا وراء نتيجة إيجابية إنه نداء القلب ولا يمكن للمرء إلا الاستماع إليه استشرت أفراد عائلتي وأقارب جميعا قبل حسم الاختيار فكان شرف حمل القميص الوطني هو الدافع لتلبية دعوة الواجب في هذا الأمر تحذوني رغبة كبيرة في أن أكون قدوة للاعب كرة القدم الصغار داخل وخارج أرض وطني أمان عريضة تضعها الجماهير المغربية على الشكل الجديد لأسود الأطلس لحجز تذكرة حضور نهائيات كأس أمم إفريقيا سبعة عشر وألفين بالقابون بلغ الدور الربع نيائي لكأس أمم القرى بجنوب إفريقيا يظل مصدر فخر لسكنة الأرخبيل الواقع غرب سينيغال ذكرى تظل عالقة في ذاكرة مهوسين بحب التبروش الزوش أو القروش الزرقى التي تتربع على عرش المنتخبات الإفريقية بتصنيف الفيفا ويعرف عن ظهر قلب اللعبية المنتخب وعلى رأس ما المحترفون بالدور البرتغالية الذي يحظى بمتابعة واسعة بالكاف ذردي نعم أعرف المهدي بن عطية الذي لعب برما والذي فاز بالدور الألمانية رفقة باير ميونيخ كما أنني معجب كثيرا بلعب بنفكا مهدي كارسيلا وعادل تعربت ومهاجم غارسيلا